اهلا بكم مشاهدينا من جديد طبعا نحن دائما في كل استضافاتنا وفي كل برامجنا دائما هناك تركيز أكثر على فئة الشباب كونهم هم يعني بنات المستقبل واليوم من أجل الارتقاء بالمجتمعات واقتصاداتها لا بد من تمكين ودعم فئة الشباب اليوم نحن نتوقف للحديث حول تمكين الشباب وايضا الاستثمار المحلي مع الأستاذ محمد المومني وهو المدير العام لشركة ITC لإدارة المشاريع أهلا وسهلا بك محمد سيفاك أعطيك العافية أول شيء يعني حدثنا عن شركة ITC وما هي يعني فكرة عنها وأيضا مشاريع هذه الشركة هسا إحنا شركة ITC هي شركة إدارة مشاريع يعني إحنا نشاطاتنا اللي هي تنمية تطوير الأفراد والمؤسسات من خلال أن نحن نحط لهم خطط استراتيجية هذه الخطط بتساعدهم أنهم فعليا يطوروا في أقسام معينة في الموظفين الموجودين عندهم ككوادر من خلال تدريبهم تأهيلهم يعني في مختلف النشاطات زي هيك طبعا إحنا في معنى أكاديمية هي أكاديمية وطنية للتدريب هذه الأكاديمية أولا إحنا من خلالها منفذ برامج تدربية هذه البرامج تدربية تساعد فعليا الشباب على أساس أنهم يطوروا من المهارات الموجودة عندهم اللي هي تتناسب طبعا مع السوق وعنده كمان اللي هو بالنسبة للشركات أو المؤسسات إحنا منساعدهم نحط لهم خطة يعني إحنا منعمل دراسة شاملة للمؤسسة خطط يعني لأصحابي مثلا يبدوا مدخلوا في مشاريع لإنجاح هذا المشروع نعم دبط هذه الخطط إحنا فعليا من خلال دراسة المشروع بشكل عام إحنا منقدر أنه إحنا فعليا نعمل له دراسة شاملة هذه الدراسة إحنا منقدر نحدد القسم اللي مثلا محتاج تعزيز أو تدريب مثلا عندهم نقص في الكوادر في عندهم كذا إحنا منساعدهم إنه إحنا يعني نحط لهم خطة اللي هم أوردي يرفع من إنتاجية هذه المؤسسة نعم أيضا يعني خلن نحكي عن البيئة الاستثمارية في الأردن وصوق العمل في الأردن هل هناك فعلا يعني أمور تنقصة على الأكيد هناك أمور تنقصة يعني لكن ما هي الأمور التي مثلا ممكن تكون مشجعة للشباب للعمل فيها هل هناك أمور محفزة ومشجعة للشباب الأردنيين اللي عمل فيها هسا فعليا بالنسبة للشباب أنت في عندك يعني كثير شباب قاعدين بيشتغلوا أوردي اللي هو خلنا نحكي عمال حرة تمام بيشتغلوا بمشاريع صغيرة يعني صدقا هذون المشاريع الصغيرة يمكن هم بفيدوا الاقتصاد أكثر من المشاريع الكبيرة صحيح وبعدين بالنسبة للبيئة الاستثمارية يعني احنا عملنا مؤتمر السنة الماضية كان مؤتمر تشجيع الاستثمار في الأردن كان الاسم المؤتمر اللي هو الأردن أرض الاستثمار الآمن احنا من خلال هذا المؤتمر كانوا متعاونين مع موزارة صناعة وتجارة وعندك اللي هو هيئة تشجيع الاستثمار يعني حكينا عن البيئة الاستثمارية في الأردن لديك كثير محفزات أنه عملتها هيئة تشجيع الاستثمار وهيئة تنشيط قطاع السياحة لديك كثير مشاريع أو مواضيع ممكن أن نجذبهم كمستثمرين للأردن لكن ما حدثنا أستاذي عن الأمور التي تنقص البيئة الاستثمارية في الأردن لدينا فعليا نعمل على موضوع تأهيل الشباب لديك الخبرات لديك شباب ما شاء الله نحن خرجين عدد كبير تمام لدينا خرجين فعليا نعمل على النوعية لدينا أيضا شبابنا يجب أن نعمل معهم على موضوع التدريب يجب أن نطوروا من مهاراتهم يجب أن يأخذوا برامج تدريبية أكثر الذي هو صدقا الآن السوق لا يحتاج إلى أي شخص يعمل فيه مثلا أنت عندك عدد خرجين أكبر بكثير من عدد الوضاعر نحتاج لذوي خبرات بالضبط فإحنا نحتاجين خبرات نحتاجين أن يكون عندك أشخاص مؤهلين يعني أصحاب الشركات كمان بدهم حدا الذي يجي يشتغل معهم يعني يكون بريحهم في موضوع الشغل فأنت عشان هيك يعني من هذه الناحية أنت بتحتاج أن يكون في عندك يعني صدقا شباب مؤهل أكثر لكن عندنا مشكلة صراحة في التأهيل يعني بهذا الموضوع إذا ما نتحدث فيه لأنه المفروض صراحة الجامعات تتوفر لهم فرص عمل من داخل الجامعة على الأقل في فترة الجامعة أيضا نكون في عندهم فرص عمل لأنه مشكلة أن نحن بعد ما نتخرج أي شركة بنقدم لها يعني للعمل فيها في السي في لازم يكون في معاك خبرة لا تقل عن سنة و سنتين وأحيانا بتكون أكثر من ذلك هي أحد المشاكل التي تواجه مئة في المئة الآن أنت فترة التدريب اللي بتعطيها الجامعة على الطالب غير كافية الثلث الشهور هم وبعطوهم ثلث الشهور تدريب ميداني وهذه فترة غير كافية ويعني لازم يكون فيه تطبيق عملي من خلال دراستهم في الجامعة لازم يكون عندهم نظام التطبيق العملي أكثر ويركزوا على موضوع أنه صدقا يعطوه فصل يعني هذا الفصل اللي بدون يعطوه إياه أنه يدرس مثلا أو يشتغل برة لازم يكون هذا الزامي وليس كتدريب فقط ميداني ولازم يربطوا بين الخرجين والشركات لازم كمان أن الجامعات تتعاون مع الشركات في موضوع أن الخرجين الموجودين عندها أنه أرد هي تقدمهم للشركات نعم صحيح طبعا أكيد أيضا يعني تواجه فئة الشباب عنا في الأردن مثل ما عم نشوف يعني تحديات عديدة في صعوبة الحصول على وظيفة أو توظيفهم أو تمكينهم في المجتمع كيف ممكن نحن نمكن أشعب الأردني في هذا المجتمع لمصلحة البلد يعني لإفادة البلد يعني ودخولهم في مجالات يعني من خلالها يفيد وطنهم وأيضا يستفيدهم هسا أنت في عندك اللي هو مجالات يعني في كثير مجالات متنوعة هسا إحنا عنا اللي هو التأهيل المهني أو التدريب المهني في عندك يعني التخصصات المهنية في كثير عليها طلب من ناحية اللي هم فنيين سيارات الهايبرد عندك فنيين الإلكترونيات أو بالنسبة لموضوع الأجهزة الإلكترونية في عندك كثير موضيع صدقا أنه يعني أكثر من موضيع الأكاديمية الموضيع الفنية صارت كثير أكثر عليها طلب من اللي هي الأشياء الأكاديمية تمام وإحنا يعني إحنا حاولنا قدر الإمكان من خلال نشاطاتنا أنه إحنا نقرب بين أصحاب الشركات وبين اللي هم الشباب اللي أوردي إحنا قاديم نعطيهم برامج تأهيلية تمام على أساس أنهم يعني يختاروا من الشباب المأهلين تمام اللي هو يعني احتياجاتهم ما في داعي أنهم ويكون في عندهم خبرات لأنه أوردي إحنا يعني البرنامج تأهيل اللي أنت بتعطيها بيغني عن سنة خبرة نعم فإحنا مثلا إحنا عملنا زي يوم في يوم المرأة عملنا معرض لتمكين المرأة هذا المعرض فعليا إحنا جذبنا فيه شركات توظيف شركات صناعية من صناعات غذائية اللي هم صناعات زي النسيج تمام وحاولنا قدر الإمكان وإحنا نربط بين اللي هو المشاركات اللي كانوا موجودين معانا في المعرض وبين الشركات اللي كانوا محتاجين لموظفات أصلا بالأساس واللي كان ينقصهم مثلا خبرة معينة كنا نعطيه برنامج تأهيلي اللي هو حسب ما تتناسب مع الشركة يعني برضو إحنا كمان بنعمل دراسة للشركة إنه مثلا إيش ينقص عندها خبرات معينة عساس أنه إنتي لما تتعطي لحد برنامج تأهيلي إحنا منحوا قدرنا نكون منتهي بالتوظيف نعم صحيح لأجل هاي النقطة إنتي بتعطيه برنامج تدريبي وتأهيلي منتهي بالتوظيف على حسب الدراسة اللي إحنا عملناها للشركات بهاي الطريقة يعني نعم صحيح هنالك يعني حنا نتحدث عن آليات هل هناك آليات بالفعل تدريبية تمكن الشباب يعني بعد فترة هذه التدريب كلاتها هل هذه الآليات تستطيع أو قادرة على تمكين الشباب من الإنخراط في سوق العمل يعني مثلا أنا انتهيت وخلصت مثلا من هذه الفترة التدريبية هل بالفعل الشركات اللي أنا بدروح أقدم لها راح تكون مقتنعة بهذه الأفكار التدريبية أو بهذه الدورات التدريبية التي أنا أخذها كشباب أردن يعني بعد ما أخذ هذه الدورات ممكن أننا نتوظف فيها هل هي كافية يعني وفعلية هذه الآليات هسا عنديك حسب البرنامج تدريبي يعني أنت في عندي كثير برنامج تدريبي مثلا يعني الاختيار يكون خطأ مثلا تمام يعني أنت بتيجي بتختاري أصلا برنامج تدريبي ما بتناسب مع السوق أو مثلا أنت سمعت إنه هاي البرنامج تدريبي عليها طلب ولكن هل هذا يعني أنه هي يعني إلها مجال أو فرصة في سوق العمل مش بالضرورة فلأجل ذلك يعني المفروض إحنا إيش بنعمل عشان هيك إحنا بنعمل دراسة لنفس الفرد لما يجي بدي خطار برنامج تدريبي إحنا أرد من نوجهه للبرنامج تدريبي لازم يأخذه نعم حسنا أنت في عندك مواضيع مثلا السوق صار بزيادة من هذه المواضيع تمام ولكن أنه في مواضيع معينة لسه موجودة في سوق فيها نقص نعم في وظاهق شاقرة يعني بالسأل نحن بالحاجة يعني في عندك مواضيع فيها نقص وفي عندك اللي هو زي ما حكيت لك البرامج الفنية لسه فيها كثير نقص نعم فإنتي العجل ذلك يعني أنت الهدف أن أنت يتوجهي برضو كمان للمشارك في البرنامج اللي أصلا مناسب لإله حسب السوق نعم مش أنه والله أنه أي برنامج هو مثلا سمع أنه هذا برنامج مفيد أنه بقدر أنه هو يشارك فيه نعم يعني في عندك كثير كمان مواضيع أنه برامج تأهيلية ممكن أنه يأخذها يفتح هو فيه يعني أنه بزنس لحاله مشروع الخاص نعم أنه يفتح فيه مشروع خاص فيه من خلال هذا المشروع مثلا هو يقدر أنه يطور من حاله وهذا مشروع ممكن توسع نعم أغلب المشاريع الضخمة ما هي كانت مشاريع كثير صغيرة نعم صحيح ولكن كان فيها فكرة مميز نتحدث فيه عن بازار تحفة للحرف اليدوية يعني الذي يختص بالمشاريع الصغيرة يعني سوف تحدثنا أكثر عنه نتمنى أنك تحكي لنا عنه هسا إحنا في عندنا إن شاء الله اللي هو هذا يعني آخر نشاط إحنا بدنا نعمله إن شاء الله راح يكون اللي هو بزار تحفة تمام وبزار تحفة هو فعلا تحفة يعني راح يكون هذا التحفة يعني تحفة صناعة أردنية لأنه أغلب المشاركين كل المنتجات اللي راح يقدمون من خلال معرض هي منتجات هند ميت كلياتها هم مشغلينهم بإيديهم يعني راح يكون إن شاء الله هذا يوم الجمعة القادم تمام اللي هو ربع خمسة وخمسة خمسة يوم الجمعة والسبت على مدار يومين في فندق الرجنسي يعني راح يكون هذا البزار صدقا إحنا يعني حاولنا نجمع اللي هو كل أصحاب المشاريع الصغيرة في هذا البزار ركزتم على المشاريع الصغيرة أتوقع هناك ربط بين المشاريع الصغيرة وبين حديثي التخرج يعني أو ذوي الأشخاص أو المواطنين يعني أو الذين يبحثون عن الوظائف اللي عندهم خبرة قليلة فلذلك ممكن تكونوا ركزتم أكثر على المشاريع الصغيرة وليس على المشاريع الكبيرة بالضبط، عندك المشاريع الصغيرة يحتاج الدعم عفواً المشاريع الكبيرة ليس محتاج الدعم هم أوردي قادرين أنهم يسوقوا منتجاتهم بمختلف الطرق عندهم معارضهم الميزانية اللي يشتغلون فيها مختلفة تماماً صحيح يعني هناك سيدات صدق مبدعات اللي بيعملوا قادرين مأكلات من مطرزات نعم الحرف اليدوية صحيح نعم يعملوها في بيوتهم تماماً وهذين لديهم طريقة اللي يوصلوا هاي المنتجات للسوق تماماً وفي عندك كمان شباب بنفس الطريقة شباب عندهم بعملوا رسومات بعملوا رسومات وشباب بعملوا اللي هو نعم يعني يدخلون في الحرف اليدوية وشباب فعلاً شباب شاترين صحاب همة إنه صدقاً مشتغلوا أحالهم مش وقفوا إنه ما فيه وظيفة فهو وقف لأهم عملوا مشاريعهم وهم سعوا فيها فصدقاً في البزار إحنا حاولنا نجمع قدر الإمكان كل المشاريع يعني أو المنتجات الإبداعية اللي فيها لمسة إبداع من هي الفئات المستهدفة بهذا البزار؟ بسهو الدعوة راح تكون إن شاء الله عامة أنت أول وحدة لازم تيجي تجي تحضل في البزار أكيد يعني شرفه إلي وطقصير هذا الحدد إن شاء الله هو راح يكون في فندق الرجنسي على مدار يومين وطبعاً فيه نشاطات إحنا عاملنا الدعوة عامة فأصلاً أوردي فيه نشاطات راح تكون للعائلات اللي جايبين معهم أطفالهم راح يكون فيه مصابقات مش بس إنه والله إنه بس إنه كبزار إنه يتفرج بس على المنتجات كمان إنه ممكن نقض فيه وقت إنه يعني مسلي وممتع في خلال ويكند يعني نعم ممكن صحيح نعم شكراً جزيلاً لك يا محمد المومني يعني على هذا الدعم لأشباب شكراً جزيلاً لك شكراً جزيلاً لك شكراً جزيلاً لك